تخيل انك تبقى عايش في مدينة كل يوم المأمور بيبتل ان هو يرن الجرس وقت المغربية عشان ينبه الناس ويحذرهم من ان الليل قرب وانهم كلهم لازم يخشوا بيوتهم ويعلقوا على الابواب قطع حجرية بيسموها التعويز في نفس الوقت احنا بنشوف شخص موجود في الخمارة اسمه فرانك وبيشرب لدرجة ان هو بيفقد الوعي وما بيقدرش ان هو يروح بيته فبيضطر يباد في الخمارة بنت الصغيرة ومراته بيكونوا موجودين في البيت وبنته وقفة بتتكلم مع ستة عجوزة شكلها غريب موجودة عند الشباك والستة بتحاول تقولها نهاية جدتها وبتطلب منها نهاية تفتح لها الشباك عشان تدخل ولما امها بتطلع وبتشوفها بتقولها دي مش جدتك ولكن البنت الصغيرة بتكون فتحت الشباك والستة العجوزة بتتحول لكائن شكله مرعب تاني يوم الصبح احنا بنشوف المأمور بيمسك الاب اللي هو فرانك وبيضربوا وبيقولوا تعالى عشان اوريك اللي حصل وهي نحن بنشوف منظر بشع للبنت وامها وجساسهم حرفيا مشوهة وبنعرف ان ده من فعل الكائن اللي كان عامل نفسه اتة عجوزة عند الشباك في نفس الوقت ده بيكون في اسرة طلعين ومبسوطين بأجازتهم ومشيين عالطريق الاسرة مكونة من جيم اللي هو القب تابسة الام وجوليا البنت الكبيرة وإيسان الولد الصغير وبتظهر لهم من العدم فجأة شجرة فبيضطروا ان هم يرجعهم للطريق ويشوفو لهم طريق تاني ولكنهم بيجدوا نفسهم تاهو وبيدخلوا على مدينة شكلها كئيب ومرعب وبيلاحظوا ان كل كاوتشات العربيات مفرقعة وبيلقوا مجموعة من الناس وقفين بيدفنوا حد فساعتها الاب بينزل وبيحاول يتكلم مع حد فيهم واللي بيتكلم معه هو بويد المأمور بتاع المدينة ولما بيسألوا عن الطريق بيوجهوا الطريق معين ولكن مهما جيم بيلف في الطريق ده بيلقي نفسه ان هو بيرجع كل مرة لنفس المكان ولما بيبتلي ان هو يتوتر ويتجادل مع امراته فجأة بتظهر لهم عربية ملكة من العدم وكانوا هيصطدموا بعض لها ان هو حاول يفديها وطبعا العربية بتاعته اتقلبت ويعت على جانب الطريق كل اللي في عربية اغمى عليهم وابنه الصغير فيه سيخ دخل في رجله واتصاب العربية اللي كانت تغبطهم كان فيها اتنين شباب واحد اسمه توبي ودي طلع جرب سرعة على المدينة وطلب المساعدة من المأمور والمساعد بتاعه اللي هو كيني وفعلا المأمور والقديس او الاب اللي اسمه كاتري ومعاد دكتورة وابن المأمور اللي هو ألس بيركبوا عربية فان وبيروحوا بسرعة عشان ينقذوا الاسرة وفعلا بيقدروا ان هم يخرجوا الام وبنتها ولكن الاب بيفضل في العربية ومعاد دكتورة وبويد في محاولة منهم ان هم يخرجوا السيخ اللي دخل في رجل الولد المأمور ساعتها بيعلق الحجر او التعويزة وبيحاول ان هو يقفل كل الشابيك بتاعة العربية وبيطلب منه ان هو يلتزم الصمت طبعا الابا بيكونش فاهم اللي بيحصل وده لان هو بيشوف مجموعة ناس موجودين محاوطي العربية ساعتها المأمور بيفاهموا ان دول مش بشر وان دول وحوش او كائنات تانية متنكرة في هيئة بشر الام وبنتها وقاليس ومعاهم كيني بيقدروا ان هم يوصلوا لبيت اسم وبيت المستعمرة في اخر لحظة دونا اللي انت ممكن تعتبرها ان هي المدير بتاع البيت ده بتاخد الام وبنتها وبتعزلهم عن بعضه وبتربطهم وبتقول لها ان ده برو تقول احنا عاملينه عشان لاما تيجي تقضي ليلتك الاولى في المكان ده وبتبتري انها تتكلم مع الام وتحكي لها حقيقة المكان الام طبعا بتكون مصدومة في نفس الوقت ده بنتها جولي بتكون تحت موجودة في المطبخ وبتتعرف على واحد اسمه فيكتور وده يعتبر هو اقدم واحد من السكان اللي جوم المدينة دي من زمن بتخاف منه في البداية لان شكله طريد كلامه غريبة ولكن بتيجي فاطمة وبتبتري انها تتكلم معاه وتطمنها وبتفك كمان الحبل اللي ربطنه بيها العيادة بقى احنا بنشوف فيها توبي اللي كان عامل حادثة بالعربية وقعد معاه صارة عشان تخلي بالها منه ولكن فجأة صارة بتسمع فودانها اصوات والاصوات دي بتأمورها ان هي تقتله وفيها لان بتنفذ الكلام اللي بتقالها وبتقتله وبتقوم بعدها تشير التعويزة الموجودة عالباب وتفتحه وده بيسمح للوحوش دي انها تدخل الامر ده بتتسبف ان الممرضة الموجودة جوه بتقتل وكمان معاها راجل عجوز اللي هو يبقى بوكيني مساعد المأمور صارة بتطلع تجري على البيت وهي مصدومة من اللي عملته وبتبتري انها تحكي لاخوها وبتقوله ان هي عملت كده لان الاصوات وعدوها انها لو قتلتهم هيخرجوا من المكان ده لما بيطلع النهار وكيني بيوصل بيتصدم من المنظر اللي شافه لانه شاف الوحوش اكلين جسم ابوه ومشوهينه تماما الاب او الاسيس كاتر بياخد جيم وتابسة وبيبتري ان هو ياخدهم لفة في المدينة وبيعرفهم الوضع عامل ازاي وانه السكان هنا مقسومين نصين هي اما بتختار انك تعيش في المدينة او انك تعيش في حاجة اسمها بيت المستعمرة المدينة ممكن نعتبرها ان المدير بتاعها هو بويت وبيت المستعمرة برئاسة دونا اما بقى بالنسبة لجيد وده الولد اللي كان موجود في العربية مع صاحبه توبي اللي اتقتل امبارح بيكون قاعد مع دونا وبتبتري انها تشرح له حقيقة المكان لكن جيد ممكن تقول عليه كده ان هو متعجرف شوية هو شخص سري مهندس سوفت وير وكان مفكر كل اللي بيحصل حوالي ده مجرد مقلب عامله فيه صاحبه توبي وان المدينة دي كلها بالناس اللي فيها مجرد سكيبروم كبيرة هو عاملها له كمفاجئة كمان من كلام الاب بكاتري بنعرف ان فيه حاجة اسمها صندوق وده عقوبة بويد عملها عشان اللي يخالف القوانين او يعرض حياة الموجودين للخطر بيقضي ليلى في الصندوق من غير ما يكون مع تعويزة ويتساب لمصيره ان الوحوش ممكن تاكله وفعلا فرانك اللي قسرته ماتت من كام يوم بويد بيكون ناوي يحطه في الصندوق كعقوبة ولكنه بيتراجع في اللحظة الاخيرة ولكن فرانك عشان حاسس بالزنب هو اللي بيطلب من بويد ان يحطه في الصندوق والوحوش فعلا بتهجم عليه وبتموته تاني يوم فيكتور احنا بنشوفه قاعد مع ايسن ويبترون هما الاتنين يتكلموا ع بعض وايسن بيقول لفيكتور ان هو بيشوف ولد لبسه ابيض فساعتها فيكتور بيطلع له رسمة كده وبيورهوله وبيقول له هاي وهو ده جيم ابو ايسن بيخش في نفس اللحظة ويمسك فيكتور وبيهدده ان هو ما يقربش من ابنه تاني لان هو خايف ان فيكتور ده يكون شخص مختل ولكن فيكتور بيكون عايز يكمل كلام مع ايسن ويعرف الولد ززي الابيض او خلينا اعلي الولد الابيض عشان السرعة يعني قال له ايه او اتكلم معاه في ايه فبيروح لغاية بيته وبياخده وبيروحوا هما الاتنين ويتجهوا للغابة وهناك فيكتور بياخد الولد وبيوديه عند شجرة فيها فتحة كده ومتعلق فيها زي ازايز وبيقوله ان دي حاجة اسمها فاراوي تري او الشجرة البعيدة والشجرة دي انت لو دخلت جواها بتنقلك لمكان ما عشوائي في نفس اللحظة احنا بتشوف اهل ايسن وهما بيدوروا عليه ولكنهم فجأة بيرنفسهم متخسرين من كلاب برية الكلاب كان منظرها شارس ونوية تهجم عليهم لولا ان فجأة هما بيسمعوا ضرب نار وبيلاقوا فيكتور واقف وماسك في يده مسدس وساعتها بياخدوا ابنهم وبيروحوا بيه فيكتور بعد ما بيسيب الغابة ويمشي بيروح على بيت المستعمرة اللي هو بيبقاعد فيه وبيجيب جروفه ويبتلي ان هو يحفر قبور ساعتها دونة بتكلمه وبتقول انت بتحفر القبور ليه وهو بيرد عليها وبيقول لها تخضره كده لما بيروح يتكلم مع جيد ويلاقيه مش مقتنع بالكلام او ان هو لسه مفكر انه في مقلب بياخده ويوديه عند قبر صاحبه وهو الريج جسة بتاعته وهنا جيد بيتصدم وبيعرف ان المكان ده مش لمقلب ولا اسكبروم ولا غيره ولما بيقف يتكلم شوية مع جيد في الاسم بيفهم منه ان الناس كلهم الموجودين هنا جايين من مناطق مختلفة وده معناه ان المكان ده ملوش بوابع واحدة بس ده هو بيظهر وبيختار الناس اللي هيجيبهم عنده في الوقت ده هو تجيد بيبتلي ان هو يفكر وبيلقى قدامه اللي سلكي او الراديو فبياخده معاه وبيمشي بيه صار اللي من كامل وقت لت الناس الموجودين في العيادة بتبتلي انها تسمع الاسوات تاني والمراضي الاسوات بتأمرها انها تقتل الطفل الصغير اللي اسمه ايسن وفعلا بتروح للبيت بتاع اهله وبتطلع انها تتكلم معهم بشكل ودي جدا وبتقول له ان انا ويتاخده الحزيرة بتفسحه وبتوري الحيوانات تابس امه بتوافق جدا وتقول لها ما فيش مشكلة بس انا هاجي معاكو ولما صار بتاخدها للحزيرة بتدخلها جوا وتقفل عليها وتطلع للولد وهي معها سلاح وبتبقى ناوية انها تتباحه في الوقت ده اخوها بيكون راح للاب كاتري بيبتلي ان هو يتكلم معه ويعترف له باللخطة اللي تهوله ساعتها الاب بيدرك المصيبت اللي هما موجودين فيها وبيطلعوا هما اللي اتنين يجروا عشان يحاول يوقفوها اخوها لما بيوصل وبيحاول يمسكها بتحاول تشد ايده لغاية هما بالغلط المشط بيجي عند رقابته وبتموته الاب كاتري لما بيوصل وبيشوف صارة ويشوف اللي عملته بنشوف بعدها الناس بتوع المدينة تجمعه والاب كاتري راجع من الغابة وبيقول له ان هي هربت منه ليه الاسوات اللي بتكلم صارة كانوا عايزينها تقتل الولد الصغير فيكتور ليه كان بيحفر الابور الموجودة هناك في بيت المستعمرة وهل ده دليل على كارسة هتحصل ولكن الاغرب هي ايه حقيقة المكان ده وحقيقة الوحوش اللي بتظهر بالليل ده كان الجزء الاول من تلخيص اول موسم ولسه في جزء تاني لعجب ما تنساش تعمل لايك وتابعني لو بيعجبك النوع ده من المحتوى تخيل ان فيه اصوات بتطلب منك انك تقتلي تفل صغير ولكنك بالغلط بتقتلي اخوك وده بقى اللي صارة فعلا عملته بعدما الاصوات امرتها انها تقتل ايسن طبعا احنا شفنا بعدها ان الاب كاتري لما وصل قال ان هو حاول يجري وراها وهي هربت منه في الغابة ولكن الحقيقة ان الاب اخدها وخباها في البدرون بتاع الكنيسة وده لان هو كان معتقد ان الاصوات اللي بتكلمها فودان هدية ممكن نستخدمهم عشان نقدر نطلع من المكان ده ونحل اللغز بتاعه وفعلا لما بيقعد معه بيبترى ان هو يتكلم بيطلب منها انها تأكد له ان الاصوات دي مش مجرد اوهام في دمكها وانهم لازم يدولوا دليل مادي او حاجة هو بس اللي يعرفها وفعلا بتبترى انها ترسم له رسمة والرسمة دي لها علاقة بشنطة الاب كان مخبيها الشنطة دي كان فيها قميص في دم وازازة مشروب جيت بعدما تكلم مع كيني في الاسم بنشوفه هو بيحاول يجمع اسلاك من كل حتة وده لان هو مؤمن انه ممكن يصنع اريل او لاسلكي يقدر عن طريق ان هو يبس اشارة او يستقبل اشارة من بره يطلب بها المساعدة من حاجة وفعلا بيتكلم مع جيم وبيطلب منه هو يساعده لانه بيخاف من تسلق الاشجار فمحتاج حد يطلع فوق ويمسك الاريال وعبالما جيم بفعلا بيطلع فوق الشجرة جيت بيبترى يحصل له هلاوس وبيظهر له فجأة جندي من الحرب الاهلية في امريكا وفي الاسناء دي جيت بيشوف رمز غريب بيظهر له ع شكل دايرة وجوا مجموعة خطوطهم بيكون شفاهم ايه ده لما بيبترى ان هو يرسم الخط ده اكتر من مرة او الرمز ده اكتر من مرة تشينة شام بتشوفه وبتاخده للمغزن وبتوريه مجموعة حاجات بتعود لناس كانوا عايشين في المدينة دي قبل كده منها مذكرة كان المذكرة دي كان مرسوم فيها نفس الرمز وبيلاقوا في المذكرة كمان صورة الغريب ان هما بيلحظوا ان في الصورة دي موجود طفل وراء طفل ده مع بوكس صغير او لانش بوكس وبيعرفوا ان ده بتاع فيكتور لان زي ما قلتلك ان هو اقدم شخص موجود في المكان قبس هي كمان بتحاول تفهم اللي بيحصل هنا وده لان هي لحظت ان اسلاك الكهرباء فيها حي غريبة الاسلاك لما بيفتحوها مبيرقوش جواها معدن او نحاس حتى الغريب كمان هي الكهرباء اصلا بتيجي منين في المكان اللي احنا في ده لان ما فيش اسلاك ماشية في الشارع الاسلاك بس بتوصل لتحت البيوت فيها بتقرر انها تحفر تحت البيت عشان تعرف مصدر اسلاك الكهرباء جاي منين الاب قاتر بيروح لبويد وبيقول له وبيحكيله ان صار ما هربتش منه ولا حاجة ولكن هو الوقت ياخدها ومخبيع عنده في الكنيسة لانه بيعتقد ان الاسوات اللي هي بتسمحها ممكن بشكل ما تساعدهم انهم يقدروا يخرجوا من المكان ده او حتى يوصلوا لمفتاح حل اللغز في نفس الوقت ده بنشوف بيت المستعمرة وهما بيحتفلوا في فاطمة وبيكون في واحد من اللي عايشين هناك اسمه كيفين قاعد في قوته وكان سايب بوكي ورد على الشباك وبيتكلم مع واحدة من الكائنات اللي برة وطبعا الكائنات دي زي ما قلت لك ما درش انها تخش البيوت غير بازنك لكن للأسف كيفين بيضعف وبتقدر الكائن او الوحش ده ان هو يضحك عليه وبيخش وبيقتلوه الاكتياح ده لما بيحصل بيحصل بعدي مجزرة في بيت المستعمرة مجموعة من الناس كبيرة بيلحاول ان هما يجروا ويركبوا العربية فاطمة وآلس بيقدروا ان هما يقفلوا على نفسهم ويستعملوا التعويز عشان يحموا نفسهم من الوحوش وفيكتور بياخد جولي وبيهربها في شجرة من الاشجار اللي بتنقلك لمكان تاني عشوائي والناس دول عبالما بيهربوا بالعربية والمأمور ومعه قاتري بيحاول يساعدوهم قاتري بيتقتل بويد بيروح لصورة وبيقول له ان هو هيحقق رغبة صاحبه وانه هيستخدمها عشان تساعدهم في انهم يلقوا طريق للخروج من المكان ده وبيقول له حضر نفسك لان احنا هنتحرك وهنروح الغابة بنشوف بعدها فلاش بيك لبويد وابنه ومراته اللي اسمها ابي وهم ركبين العربية وكانوا ماشيين وبنعرف ان الاتنين كانوا زباط في الجيش وانهم وصلوا بمكان ده قبل ما الليل يليل بحاجات بسيطة واول حد قابلهم هو القاب بكاتري واخدهم واقعادهم في بادروم وبدأ يحكي لهم عن المكان ده وهنا بنعرف ان هم وقتها ما كانش عندهم التعويز دي وان بويد بالصدفة لقاها في الغابة في يوم يما كان بيدور عطري للخروج ومن بعدها الوضع يتعدل لان بويد كان في الجيش وكان فاهم ازاي يحاول يعمل كامب او يحول المكان ده المستعمرة وبكده بدأ يحط نظام بدأ يليه حيواناته بدأ يتعلموا الزراعة وبقى الناس بيشتغلوا ويعيشوا الصبح وبالليل بيخشوا بيوتهم والتعويز دي بتحميهم من الوحوش ولكن بويد بسبب ان شغلوا بالمدينة وبالناس ما كانش مركز في صحة مراته الصحة لعالية بتاعتها بتارت انها تضهور وفي يوم صحية من النوم وهو لما رجع لقاها بدأت تأتل في كل الناس في المدينة اللي كانت معتقدة ان كل اللي احنا فيه ده مجرد كابوس وفي اللحظة اللي هي كانت تضرب نار على ابنها آلس وتقتله بويد اضطر ان هو يقتلها ومن يوميها وآلس ما بيتكلمش مع ابوه لان هو شايف ان ابو اصلا بسبب اهمله في امه اتسبب في اللي هي وصلتله ودلوقتي بويد قرر ان هو هيرجع الغابة تاني ولكن المراد هيكون مع سارة واللي عن طريق الاصوات اللي هي بتسمحها المفترض ان هي هتوصله الوجهة الماء ممكن عن طريقها يطلع برا مكان او يلاقي طريق الخروج جيد بقى بيقرر ان هو يحط اللاسلكي او الاريال بتاعه فوق مكان عالي اعلى مكان موجود هناك هو بيت المستعمارة بتاع دونة لان هو موجود فوق تلة فهم قرروا ان هم يحطوا الاريال فوقيه ولكن جيد كان عنده مشكلة في مصدر الطاقة ولما بيكون مش عارف هيجب مصدر طاقة منين وده لازم قلتلك الاسلاك بتشغل اللومت بس فاتياني تشام بتقوله على فكرة ان هو يستعمل اللومت كمصدر للطاقة وفعلا الفكرة دي بتنجح جدا بويد وصارة بيكونوا ماشيين في طريقهم في الغابة وبيقابلوا شجرة من الاشجار اللي قبل كده فيكتور كان بيتكلم عليها ولكن متعلق فيها ازايز وقبل ما بويد بيبص على الازايز صارة بيجي لها زي نوبة وبتوع على الارض وبيغمع عليها وما بتصحاش غير لما يكون الليل الليل وبتلاقي نفسها في الخيمة ساعتها صارة بتتكلم مع بويد وبتقوله ان هي سمعت صوت ستة اول مرة تسمعه وكانت بتقول لها قولي البويد ان الخطة بتاعتك كانت غلط وان الغابة فيها حاجات اسوأ من الوحوش وكمان خليتها تقوله اسم الاسم ده كانت مراد بويد بس هي اللي تندهو بيه فهين هو بيشك ان اللي كان بتكلمها دي روح مراته ابي فجأة وهم قاعدين بيلقوا ضوء بيظهر والخيمة بتتشد بهم بسرعة جنونية لدرجة ان حتى التعويزة اللي بيكونوا معلقينها في الخيمة عشان تحميهم بتقع لما بيطلع النهار بيكون جيد وجيم خلصوا البنى بتاع البورج ورفعوه خلاص بقو بيت المستعمرة وان وين يشغلوه ولكن الغريب ان هم لاحظوا في السماء ان فيها عاصفة جديدة جدا جاية عليهم فكانوا عايزين يخلصوا بسرعة قبل ما العاصفة تيجي وممكن توقع لهم البورج اللي بنوه جيم فعلا بيشغل اللي سلكي ولما بيتكلم عليه او يحاولي لقوة اشارة بيسمع من الناحية التانية فعلا فيه صد بيرد عليه والصد ده بيحذره من ان اللي مراته بتعمله في البيت وان هي بتحفر ده اكبر غلط ساعتها جيم بيدرك ان مراته في خطر وبيطلع يجري عليها اما بويد وصارة بيكملوا طريقهم في الغابة لحد ما بيلووا نفسهم وصلوا عند منارة وبيشكوا ان ده النور اللي هم شافوه بالليل جيم عمال ما وصل للبيت اللي فيه مراته بيكون الاوان فات لان التابسة وهي بتحفر فجأة الارض بيحصلها زي انهيار وبتقع تحت بتلاقي نفسها في كهف في رسومات وحاجات غريبة ولكنها بتلاقي قدامها فيكتور واقف مستنيها وبيلله هو قال لي ان انت جاية وقال لي ان لازم استنيكي وفعلا بياخدها من ايديها وبيمشو بويد وصارة بعد ما لقوا المنارة دي لحظوا ان العاصفة جات وبدأت تشتد فهنا صارة بتاخده وبتودي عند واحدة من الاشجار البعيدة اللي بتنقلك وبتقول له خش بس انا هقدر ان انا دبر اموري وفعلا بويد بيخش ولكنه فجأة بيلاي نفسه في مكان دي وفي نفس الوقت ده احنا بنشوف باس جايه محمل ناس واضح ان هما لسه وصلين للمكان والباس بيركن قدام المطعم ودي بتكون اخر لقطة في السيزن فيترى مين السوط اللي كلمهم في اللاسلكي وايه الكهف اللي وقعت فيه تابسة وايه حكاية المنارة اللي بويد وصارة شافوها ده كله غالبا هنعرفه في السيزن اللي جاي لو عقبك النقطة من المحتوى نسيش تعمللي لايك واتتابعني عشان ما يفوتك شاي حاجة بنزل